وبقرار حكيم من السيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون بادرت الجزائر أيضاً مع الشقيقة موريطانيا إلى وضع الترتيبات القانونية والإجرائية والمؤسساتية من أجل إنجاز طريق يربط مدينة تيندوف الجزائرية بالزويرات الموريطانية على مسافة تقارب 800 كم ليصل بذلك الجزائر بغرب إفريقيا خاصةً وأن السينغال الشقيق وموريطانيا الشقيقة وتحت إشراف صاحبي الفخامة الرئيس ماكيسال والرئيس الغزواني قد أطلقت في نوفمبر 22 أشغال المشروع الإملاق وهو بناء جيسر روسو الذي يربط بين البنادين مما سيشكل فرصة حقيقية للربط بين الشمال وغرب إفريقيا